ده ده الحبه المفهومين من كلامه ده فيه حبه قالهم في الاول خالص لأ حبه يعني هلفاطة كده انا عاوزك مش عاوز اقولك لو بتشرب سجارة هات كوباية قهوة لو ما بتشرب سجارة طفيها واقعد خد لك يعني شفطة قهوة كده وركز قهوة ما عمفتح السيسي في الحبه اللي جاين دول ازا فهمت حاجة ابقى كتب لي كده على الصفحة يعني غلطان يا زوبع ازا فهمت حاجة هيقعد اولا رضع خمس تسطر كده ومعاه طاقم بقى الجديد بقى مش جنرالات بقى طاقم بيدل بقى اهو الاعلام اهو ياسر رزق على مهلبية على مصطفى باكر كل مرة هتشوفهم يعني زبط نفسك واخد حباية الضغط وهيطلع وقول له ايوة يا راشي الاستقرار النعيم الجنة هو يغلط وما يقول له ايه يكمله وما دول صحافة لأ دول طابل خان شوف السيسي انا حقيقة افهمت حتة لما بيقول ايه في التالة الشهور دول قطعوا الراس وهي الراس عبارة عن ايه الا الازرع بس لانت هتعبير جديد انت عبرك سمعت عن الراس يا الازرع لا بجد والله وستين في المية وهيارو الدستور طب انت غيرت الدستور بعد تلاتين يونيو وعدلتوا تاني ما انت عملت غير يا باشا هو انت فاهم ان الكلام انت بتقوله ده كلام بجد واهم حاجة الاستقرار والاستقرار بيقدي الى المدار انا اعزو لك حاجة اه مهمة جدا اه انت معايا يا ساز معايا في اللي انا بقوله طب انت اخدت بالك انا بقول انا اصد اقولي يعني اه الموضوع لما دخل في بعضه وبعدين اتخلي بالك يناير وبعدين رحنا من يناير على الاستقرار طلعنا من وبعدين ستين في المية غيرت دستور ايه عمي ده ايه الحلزونة يا اما الحلزونة تواهان فالزار هنرجع تاني ان واحد يقف يمليه لازم يحط ايه سماعة ويقول له ركز يا ابو يا الله خرب بيتك ده يعطينا ايه اللي بيحصل ده لكن ده النسخة الجديدة اهم حاجة الصور دي شوف الصورة دي ومصطفى بكر يوقف وراه والاخ اه ابو بدلة ده مع جوح سين ابو بدلة فتحة ده ده جوح سين بيطلع عين لها اه والليسي وآآ شوكة الديهي وكم واحد لا انت تجيب الصورة التانية بعد ازا حرك حرك الفيديو شوية على الجنب كده هتلاقي كام لطخ واقفين على اي حيات ده سوى كون ده طيب الطالعة الجديدة دي ليه علاقة بالتغييرات انه ايه اظهر وطالعة الجديدة تطلب ان نتكلم عن قطاع الخاص وتعالوا الشرق وخدوا بالمفتاح وعندنا مشاريع جاهزة كان ده قبل سنتين بالمناسبة مش اول مرة لكن خليه هرتل